احلى غاديو اللي تم اصداره عليه في قضية رفحها به نقابي امني بعد استعماله لمصطلح الطاغوت مش نسألكم سونيا مراد نجيب هذه القضايا في خضم الوضع اللي تعيش فيه البلاد الداخل هل قبرت واصبحت في حكم النسي المنسي ام لازالت تلعب دور اليوم وتبقى قائمة بالنسبة لرئيس سابق البرمان لرئيس حركة النهضة وانه عندما تخفت الامور سيعود الانتباه وسيعود التركيز على هذه القضايا سواء بالنسبة لرجل غنوشي او عبير موسي او المعتقلين في قضية التآمر على امن الدولة كيف هتعلق سونيا في المسألة هذية هو مما لا شك فيه ان القضايا هذية اللي كان موضوع اهتمام التوينسة خاصة فيما يتعلق بقيادات حركة النهضة اللي حكموا البلاد هذية وفي وقت من الالأوقات بعدها شفنا يقافات بالجملة من جهة ثم ايقافات اخرى بالنسبة للمعارضين اللي توجهت لهم تهمة التآمر على امن الدولة عبير موسي نفس الشايد كل ايقاف كان محل تعليق متوينسة على شبكات التوينسة الاجتماعي في الاعلام اليوم القضايا الفلسطينية غطات على الموضوع هذة وتقريبا الحكم اللي اصدر البرح يبدو لي ما ما جلبش برشة برشة انتباهة توينسة تعليق أو برشة انتباهة موش برشة تعليق على خاطر توينسة مركزين مع ما يجري في قطاع غزة انا الحقيقة فيما يتعلق بالحكم هذية لستو مطلع على وراق القضية واصلا ما عنديش فكرة على التهمة المتوجة نعرف اللي هو كان موضوع شيكاية شيكاية من طرف امني او امنيين على ولا نقابة امنية على استعمال كلمة طغوت اللي احنا تقريبا دخلت دخلت في اثناء تأبين اي دخلت في المصطلح خطر المصطلح ما كناش نعرفوه او قبل الثورة معناها اتوبي اما هو يبدو الاستيناف زادوا البالح الاستيناف كما احضر زادوا هو كان في حكم الابتدائي فيها عام وزادوا ثلاث سنين مراقبة ادارية اي وبرهين واختيب افدينا بعض المستمعين حابيت نستشير سونيا في الموضوع يتسألوا كيفاش انسان يرفض المتهم يعني يرفض المثول المثول اجرائيا ممكن اجرائيا ما يدفعش على روح يختار انه ميدفعش هو راهو المثول امام القضاء والحق في انك تكون عندك محامي يدفعليك هو حق والحق تنجم تتنزل عليه راهو اه معناها ما يجبنيش القانون انه يزمي كاركروه ثم سونيا عدم المثول هذي كما قالك ملاد في ترتفع قانونية هذي من شأنه انه يزيد غرطك اكثر معناها القاضي واللي مجبر انه يعطيك حكم اقصى ولا حاجة كي انتي ما تجيش قدامه هو مش مجبر هو مش مجبر غيابي تسمى هو حكم غيابي وتتصال وتشوف انتي مثلا حكم غيابي كي تبدأ بليش محامي مش غيابي حد كي تمشي بليش محامي حكم غيابي حكم غيابي ساعة لدى الاستناف انابة المحامي وجوبية هذي حاجة كيف ما تحضرش انتي اصلا ما نجمش يحضر محاميك ويترفع عليك قالوا لي خطر ما ترفعوش عليه البارح محامي ما يترفعوش المحامي فقط يسجل حضوره ما نجمش يترفع على منوبه في غياب منوبي ايواش اه مثلا في الطور في الطور الابتدائي نلاحظوا مثلا انه وقت اللي يبدأ حكم غيابي تحكم المحكمة بالاقصى فهمت لانه ما فهميش حضور ما فهميش استنطاق للمتهم ولا اللي متعلق بيها ثم ما فهميش محامي يترفع انعكسيتها في الحكم هذي اه تمشي المحكمة تمشي للاقصى توقيت تحضر حضر يتم الاعتراض عليك الحكم الغيابي ويحضر المتهم وبيحضور محاميه ويترفعو عليه ويتم سماعه حتى من محكمة وجعله الاسألة معنا سوريا المحكمة الاستنف في جنحة تسمع تاتو الاقصى كي زادته عام ولا عام اه هو مستنف الحكم والنيابة اللي مستنفه اه ما نعرف شفت عليش خطر ما نعرفوش اي احنا حبينا انتصلوا على فكرة بالنسبة بشتكون ما نعرفوش شكون الاستنف الانه هو اللي استنف الحكم معناها رشد الغنوشي وإلا النيابة استنفت ولا الاثنين احنا تسنب محاميسي مختار جماعي قال انا رأوا التعليمات موجودة من عند المناوبنا اللي هو الشيخ رشد الغنوشي مباشرة انه لا تتكلموا في الاعلام انا رافض الحضور بالتالي انتم لا تحكيوا في الاعلام لا توضحوا لا شيء حاجة اخرى فيما يتعلق بعدم عمل غلطة استراتيجية اذا صح التعبير رشد الغنوشي هو يقول جزء مع هذا اللي حبيتنا نمشيله انه موقف سياسي على اساس انه تواجهت له وهو ضحية معرصته للنظام الحالي وفي اطار الهرسلة شوف انا شخصيا ما نتمنى الحبس لحتى حد لكن فيما يتعلق برشد الغنوشي بالذات ووقت اللي نرجع لمدة الحكم متع حركة النهضة في تونس عندما تكون تدخلت بهذه الطريقة في القضاء وتحكمت بهذه الطريقة في القضاء وتمت اقافات ومحاكمات وتلاعب بقضايا مهمة تهم الرأي العام بما فيهم الاغتيالات السياسية ومحاولة قبر القضايا واللي تعمل الكل ونتفكروه معناها في العشر سنين اللي تعديوا على ريوسنا انا نقول هذي يا كرمة كرمة معناها اليوم متنجمش تلوم على القضاء وتقول ما هوشي مستقل وتبعا لذلك ما نحضر امام القضاء غير مستقل وانت من تحكمت في القضاء مدة معناها دامت عشر سنين او اكثر هنا سونيا فتحت الباب للنقاش المعطى السياسي سونيا مشات في تجاه الكارمة مع الطاقة انت يبعث طاقة تلت عشر سنوات هكذا تقول سونيا في التحكم في القضاء يرجع لك زيادة نفس اللي خدمته هكذا وجهت نظر سونيا لكننا نحب لسأل مراد ونجيب نبدأ بمراد ونبعد نجيك نجيب هل تعتقد مراد راشد الغنوشي في السجن هذا مكسب لراشد الغنوشي بشيربح منه سياسيا ام هذا ضرر لراشد الغنوشي سياسيا هلانه راشد الغنوشي تصورا في عمره 81 سنة مازال عنده مستقبل سياسي هذا هو السؤال نورمال ما ولو احنا عنده استثناء في تونس بجي قايت سبسي ولا رئيس عمره 89 سنة الله يرحم هو فهم اشكالي اشكالياتين الاشكال الولاني انه اليوم وهذا بغض النظر على رأينا في راشد الغنوشي وحركتنا هذا وقاي سعيد وليتحب من كان شخصية سياسية من الوزن الثقي الموجودة في السجن منذ خمسة أشهر من رمضان اللي فات ولفما حتى حركة احتجاجية من الوزن حتى الخفيف في الشارع تطالبوا بإطلاق صراحة يعني حتى وذي نجيب قاله أكثر من مرة ونشاطروا رأي قواعد النهضة وكأنه هذا الحدث الكبير ذكروا أنتم وقت مرسي كان في السجن شوفوا الحراك اللي صار في الديجيتال وفي الشوارع وفي لندن ولي وين تحب أنت مقارنة باللي صار مع راشد الغنوشي هذا اليوم يعطي فكرة أنه صار أنه نوعا ما تم التطبيع مع اختفاء راشد الغنوشي عن الحياة السياسية كنت نحكيه على الإجرائي في حد ذاته يظهر لي معناها أنه أنه راشد الغنوشي موجود في السجن ويتحكم عليه في السجن لأجل ثلاثة جمال قالت في تأبين يدل أنه عنه إشكال في المنظومة القضائية بتاعنا بصراحة بكل صراحة يعني زعيم سياسي اللي هي حصيلته سلبية جدا في تونس واللي فما خلي نقوله التخمينات أو الشكوك حول مساهمة حركته في ملف التسفير وتمويل مشبوه وكل خاصة أنا على الأقل جسوي كويروم أنا ديما نقول الملف الوحيد اللي النهضة نجم تتحاسب فيه في ستة شهر يظهر الخوار هو ملف التمويل وين هو ملف التمويل يا أخي وقت راشد كان جاي راشد الغنوشي في الحبز لتمويلات مشبوهة وغير قانونية نقول وقت القضاء التونسي تعافى وليس مسيسا راشد الغنوشي تحكم عليه بعام وثلاثة شهر لأنه قال ثلاثة جمال في تأبين تطرح علي إشكال أنا بالرغم من معارضة البذب نجيب في قصة الربح والخساء مراد يقول لي لا ما تتقيمش هك أبريتو 81 سنة هل تعتقد أنه سيكون راشد الغنوشي مستقبل سياسي لكن بمنطق مستقبل الحركات الإسلامية نجيب تزيري لا يكون السجن أنقذ راشد الغنوشي من ناحية الصورة خاصة قدام قواعد حركة النهضة اللي شافت أنه راشد الغنوشي تمتع بفترة السلطة خرج على الإطار هذي كمتاع الكفاحية النضالية ها هو يسترجحها وهو في عمره 81 سنة ولا ما يهمش لكلام هذي ولا يعني في ميزان السياسة اليوم برهام مش نبدأ المسألة التقنية مش نقول القضاء اليوم بينه هو متعافي وقت اللي يكون قضاء الناجز وعاجل عادل عاجل عاجل عجل في الحكم وعجل فيه كما البارح كان سمعته لحكم التحقيق اختم البحث في قضية علي العريض وفتح البلدي وعبد الكريم العبيدي فيه علاقة بالتسفير وحالها لدير ثلاثيام صيخ دم البحث لحكم التحقيق ووجه لهم تهمة الانتماء لتنظيم الرهابي والمشاركة فيه تسفير العباد وكذلك لعلي العريض وفتح البلدي وعبد الكريم العبيدي معانتها ماذا بينا إذا لم تلقاش العباد متأيشا في العبس بدون معانتها لا سماعات ولا كذلك عديد من العشرسي بياكل قضاء تحركوا فيه علاقة بالمحاكمة مراد قال لك تحكم عليه لأنه قال ثلاثة جمل لأنه في سواء ابتداء واستنف هو ممشيش هو معترفش بالقضاء لأنه لا يعترف بالقضاء ممشيش حتى مرة متأكد من معلومة في القضية هذه أي نتصور ممشيش ممشيش لا ابتداء الاستنف ممشيش قاضي يقدمه فمش لا ممشيش ممشيش نجيب هاو بشو نقول لك عليش لا ممشيش هاو بشو نقول لك عليش ممشيش شو رو فما حاجة فرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري بالاعتبار ما معنى هذا أنه ينجم يكون حضر مرة ومبعد عادلة عن الحضور ويصدر عليه حكم وكأنه حضر خطر كان جاء خطر كان جاء حكم غيابي ما يقعش معنى حضر بالاعتبار معنى ها يسو في حضر مرة بارك أما كي يبدأ حكم غيابي ما ينجمش يستينف ويقعد حكم غيابي حتى يتم الاعتراض عنه حضر بالاعتبار لأنه علموه في السجن قال ما نمشيش لا 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 مش يعلموه مش يعلموه قلت لك حضر على الاقل في جلسة تي ماهم اللول حضر وقت الوقف هذا كي يقاف حاجة أخرى أنا نحكي لك أمام المجلس قدام المحكمة حضر على الاقل ما كانش إذا كانوا حكم غيابي ما يقعش استينفوا يتم الاعتراض عليه يلا سونيا ما نجمش يكون حكم غيابي وهو مزيوم لأنه مطالبة يدر تسجم تجيبه للمحكم منجمش يكون حكم غيابي هو مزيوم كد حكم غيابي كد لقي واحد ما يعرفوش بين أما هو عندهم محضرش محضرش هو بإرادتهم بشي أحضر هي مهما كي نسبب محضرش 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 كريكروها لا مش حكم غيابي كي محضرش بالإشكاليةوية لذي منيش فهم طوال الإشكالية حب نحكيه سياسة بأي هاور طوال الإجرائية مهمة إجرائية لا لا إجرائية نحكينا فيها لا لا القضاء قاعد يتحسن في علاقة ربح ولا خسر رجل غنوش بلظبط في علاقة بالإسلام السياسي أنا نقول رجل غنوشي بعد الفين وحداش في بام بحكوهي وبينصيبه بالعائلة وبالتعيين وكذا اللي موش هذاك ما يمثلش الإسلام السياسي وعلى ذاك ما يلقاش في قواعد الإسلام السياسي مش كون ينضامنا معاه معانت لأنه الإسلام السياسي في ذهنه قدم فاتورة بتاع نظال مش وصل له الحكم وعندما وصل الحكم ما تمرش الإسلام السياسي ما تمرش الإسلام السياسي ولد حكم بتعزبونية وعلاقات وعائلية وكذا وصوارد على ذاك وقت اللي صارت الإشكال بتاع الإيقاف ما يلقاش مع انت بالنسبة لمستقبله كيف كيف. لان حسي ما فيه الامر. نعم. داخل مجموعاته الاسلام السياسي. من سيرث? حاسب رايك. من اجيب تزيري هدا التايار المحافظة اللي موجود في المجتمع وفي الكتم تيعو. انا. حاسب رايك كلمة كلمة كلمة. كلمة كلمة. انا على خلف العبد اللي يقول كو فيها الاسلام السياسي. اه. في دولة عربية اسلامية ما وفيهش. يلزم دي معنا حزب متحبو لانتكرة. اذا. ايه لي كل مناظر. زيزم سيري. هاسب رايك. طوى من الكيتشوف انت كقرأ الساحة. كقرأ الساحة. ما زيلة. ما زالة. ما زيلة. ما زيلة. ما زيلة. ما زيلة. ما زيلة بانشكو. فما وريد حاسب رايك للوجه التاريخي متاع الحركة الاسلامية. راجل غنوجي فيتول. فما جزء من الموروض تع الحركة الاسلامية. اشكول. وريدها وسيد ريجمورية. بالضبط. فما ما. ملأ. استقول قيس سعيد انت سونية تقول بطبيعة الامرة وكما كان يقول نجيبرا وفي كل بلد مسلم بش يكون ليه على معناها كما عبارة انك تلقى في الغرب حزب يميني محافظ دونك احنا دي ما شيكون عنها الاسماء اللي تشوفها مرشحة اكثر لا هو الفوند كوميرس فكو رئيس الجمهورية. اه قايز سعيد بالنسبة للتيارة المحافظة. بالنسبة للتيارة المحافظة. قايز سعيد ما هوش بتاع اسلام سياسي. القواعد القواعد ما عدعوه. ايوة لكن لا رئيس اتكلم الاسلام ومصطلحاته. ما معنى الوريث. وعمر بالخطاب. وضد المساوات في الميراث. باه هذي كقصة. لسبب. لا. الفصله اكثر. لسبب ديني. قايز سعيد. نحظة رجل غنوشي معها المساوات في الميراث. لا هي ضد كيف كيف. لا نحظة رجل غنوشي معها المساوات في الميراث. لا 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 معك. نجيب قايز سعيد اللي انتقدته بشكل حاد. صحيفة اللي فيه جارو الفرنسوية. المحسوبة على اليمين. علاش? في الظروف هذية? وهل هذا يهيئ لحملة ما? هذا نشوفوه بعد ما انيسة تعطي الاخبار. لانو بعثلي مالو استيف. دي الاجراءات. اوش دي الاصحيفة. لا انا سمحني انا ما فهمتش. محضرش في الابتدائي. وعلموه. حكمت عليه معتبر حضوري. والنيابة استينفت. وفي الاستيناف. الاستيناف مشت مع طلابات النيابة. ورفعت في الحكم. لانو كيعلموه شخصيا بتاريخ الجلسة. وما احضرش يعتبر حضوري. وهذا اللي قلنا. احضر للحكم الغيابي. لا ما هوش حكم غيابي. الحكم الغيابي تعترض عليه متاجمش تسليم. هم علموه ما احضرش يعتبر حكم حضوري. وحقه بش ميحضرش. الحكم مو خاطر بورهين. الناس تقول لك وقت يبدأ واحد مسجون. كيفاش ينجم يرفق الحضور. اخيش ترجم بسالسلا. ما تنجمش تجبر انسان حتى وان كان مزو. مسيحش بورهين. يلا صحيفة الفيقارو الفرنسوية توجه انتقاد لذا على الرئيس قيس سعيد. موراد ما دلال ذلك. علش الفيقارو بالذات. اه? اذا كان الفيقارو تكلمت ننتبه للحكاية هذية في غزة وفي الاجوه هذية من وسط العالم واخبار العالم العربي. تختار قيس سعيد. اقرأنا العنوان بالضبط اش قالت فيه قيس سعيد الرئيس. هو ساعة خلين خلين ذكروا الفيقارو هي اكثر جريدة تتبيع في فرنسا واكثر جرائد المقرؤة في في فرنسا. ولي ما زالت اللي سامده اذا صح التعبير امام الغزو والرقمي معناها الجمهور متاحة هو كل جمهور متاع الناس الكبار اللي ما زالوا يمشيوا يشريوا الجريدة. اللقب اه لقب العنوان في في الصحيفة على الورقية اسمها هاتو ناجمون شوفوها قيس سعيد لغيس دو كارتاج. قيس سعيد الرئيس بالمعنى. رئيس. 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 رئيس متاع السلطان الشرقي زعماء. يعيد تونس لي الفيو ديمون كفاش ناجمون ترجموها. هي في اشارة لمعادة السامية. هذا الكل داخل. معنى يحيي يحيي شياطينها الثاوية هاكا. هي. 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 yeah. هي. يا معنى اني. هي. ويقول استيث قانون بدون ايديولوجيا تحوله الى اتوكرات معنى نوع من من الدكتاتور. اه تحت بلد مخضر. ديتانيزي. ويقول الانتقال الديموقراطي المولود في ما يسمى بالربيع العربي كان قوسا لمدة عشرة سين وانتهى. والمقال يبدأ بأم بي ونابني. تعرف شنية الابنيه. الابنيك اللي تشد نفس تحت الماء. تحت الماء. وطبعا يعطيوه كالأولادي نجميه عد يوم الأرقام زعمة متاع الهجرة متاع المهندسي. ووضع كاري في صوره هو في الواحدين. ترجمة انتي عد تسعة وثلاثين ألف مهندس. طبيب كيف كيف. تلاثة لفتونس. من الفين وخمستاش لالفين وعشرين. هي نفس الأرقام راول التوضيح. بداية حملة مراد خطبرك. مقال الفيجارو. صفحتين على الورقية صفحتين كاملين. وهو نادرا ويني سير. انا اعتبرها وبدون اي شك زاد. بداية حملة لشيطان تونس. هكا. الاوساط اليمينية واليسارية راولو بي السهيوني مخترق تقريبا كل طيف سياسي. باستثناء ميلانشان وما يمكن اعتباره اليسار الشيوعي. لو نستثنى اليسار الشيوعي. لكن اليسار الاشتراكي الليبيرالي واليمين تقريبا بجماعي اطيافي. بما فيه ما يسمى في فرنسا العائلة ديجولية. اللي كان هذكا وسط يميني قريب من العرب. الكل اليوم مندهش من الموقف متاع تونس. ويعتبر ان تونس دخلت في صف متاع بلدان. لا يمكن انها اه نعملوا معها علاقات عادية. فما الشيطانة. الشيطانة بتاع اليمين الفرنسي. وكل الطبقة السياسية الفرنسية بديت. منعطف نوعي الموقف من غزة والاحدات في غزة هذا تشوفه دورات. لا اكيد. خاطر ما نتصورش هذي. لكتبة هكا ايامات القصة التأامرة. لا. هذك عليش. هذك عليش. هذك عليش. كتبوهو. هذك عليش. لا اما نقوله مهزوز. مهزوزة برشة. لكن بهذا بالموقف. صفقة للرئيس قايسي سعيد في صحف فرنسية. وقت اللي واجهة الاسلام السياسي. واجهة النهضة. واجهة كثيرة. هستان في صحف اليمين الفرنسا او. مبعد تقلبت شوية بالايقافات في حملة على في قضية تتامر على امن الدولة. واليوم تونس ستواجع شيطانة ستتزايدوا في الايام المقبلة. بغض النظر علي ساير في غزة. هذي بداية حملة تسانية تمو منهجة من لوبي قوي جدا في فرنسا. واضح. سونيا في تعليق. اكثر اكثر لوبي تويكها الكلمة حكية ولد يسر ندولوها. الناس يسمعها تعرف كيف تسير الامور. المساعد عنده ما يسمى بقسم حرب البروباجندا. القسم هذي شنوه الدور متاعه. دور متاعه انه يستقطب ناس يسميوهم من بالعبرية المصطلح مش عندي. اللي يعاونوا. الناس اللي يعاونوا. يعاونوا شنوه يعاونوا الكيين السهيوني. ولي هما موجودين في كل دولة بالدولة. كل المؤسسات. في مجالس الادارة. اعلمين. صحفيين. مناشتين. يعني الفراسة هما بالالاف. في كل الميادين. ودورهم انه كل ما يتمثل كيين السهيوني بطريقة او باخرى. يخرجوا وشوفناهم في الاعلام الفرنسي. كيفاش كشروا على انيابهم. وكيفا وكيفا كانت الامور منذ منذ سبعة سبعة اكتوبر. لونك موقف موقف تونس انت بلكش بش سخيل واكيكا. يتعدى سبه للا. وما يحكي عليها حتى حد. تتحرك المكينة متاع حرب. حرب البلوباجندا السهيونية. وبطبيعة الامر تتحرك اكتر حاجة في فرنسا. خطر الصحافة الفرنسية. يقراوها زيدا التوينسا مش كما الصحافة الالمانية والبولونية ولا ولا اي صحافة اخرى. كي تتحرك تتحرك الصحافة هذية. دونك نفهمو. واحد. اللي راهي حرب البروباجندا. احنا نختلفو. نختلفو مع رئيس الجمهورية في مليون حاجة. نعم. لكن نيوقات شأن تونسي تونسي. نظر. وقت اللي تجي لحكاية. نعم. وتحسها ممنهجة. نعم. وتحس اللي سي المكينة. بديت بديت تحرك. ايه. فلنعلم انه التبعات بش تكون اه بش تكون رزين علينا. واضح. نجيب تعليق في ثواني. واضح في ثواني. خطر اريج عندها تليفون تو يستنى. ما يسيرش خطر قالت سوني اكثر من هكا. قالت الاختالفو لكن احنا مع الرئيسة واضح. هذيك لي معام كيف لا. بجش يزم اتعمل طول الوطنية صادقة. اشتحزم يندو بلي في جارو. اشتحزم يندو بلي في جارو. اشتحزم اشتحزم. اشتحزم. هكش مركز معها ملات. هالي مركز معي بالبهي. انا منش لو من خطر سونيا قدامي. خبيثة? في جارو استندو المقال حمد ارديسي في الفين 15. اه. تش اشنا هي تاو مع انت واحد اعور والاخرى. اه ما اعطيك ستة اسواية اهم نقطة اهم نقطة. اذا اعطتني مضمتي من ناقصهم فاش هادة اللي باني الكاملو. اذا اللي في جارو يمين فرنسي. فقر القرى الافريقية. فقر تورس اليوم وقت اللي تونس ضيط موقف بتاع السيادة وطنية حقية. مسلا لها عادية بيش يعملوا حملها على الدولة التونسية من وراها الاستاذ قيل سعيد. لا. وراهم متوقعين هذي. والهنية من تصوروش من اليمين الفرنسي. اللي يدعم فيه كيان غاصب. كيان محتل. مه. يقتل في الاطفال ويعمل فيه جرائم ضد الانسانية. بيش يجيليهم مع تونس. كان شكرة لفي جارو واليمين الفرنسي قيل سعيد. مه. بقول ان درش فهم. واضح. مع انت مسألة طبيعية امل هنا. المثقفين اللي بيش يجندوهم. مه. بيش يجندوهم لضرب الدولة التونسية. مه. لانو بيش يجندوهم لضرب الدولة الدولة التونسية. ولا كالي عطي عليه السونية. اكلي مجندين بعض العبادة كالمتعاونين. مه. مه. المتعاونين سوى سوى بطريق ابو باشر او بطريق غير مباشر. ولكن ولكن هل التوضيح له في جارو استجوب اه احمد نجيب الشابي. محمل همامي. محمي عبير موسي. ويخرجوهم الحبس تون في جاروه ما تلقاش ما تحكي. شنو الوحيد او كابت تعرف انت شكون اللي معاك. الوحيد اللي دافع على قيس سعيد هون برياض جعيدين. اه. اعمل اعمل تدخل. دافع على الرئيس. اه بكل وضوح. اللي في الحبس يستحق يكون في الحبس. اللي هو الكلام. اللي هو الكلام نجيب. اللي يقول لك الناس مستعدة تقول لك بالاجل الجبهة الوطنية ووحدة تونس ضد الواء. لكن يقول لك زادة موش طو بش تولي اي انتقاد لنظام الحكم. اي مشكلة يرتكبها نظام الحكم من تجاوزات وتنديد بهذه التجاوزات يصبح وضع النفس على ذمة هذا طبور وهذه القوة وهذه كذا. يقول لك حذر يا نجيب لا تخلط هذا بهذا. انا متأكد منك. اه. نجي فرما حكم نهيئي وابات. في الموقفين رويس عمل لهم عفو. لانه الرئيس قلبه كبير. ويعتبر النصر. حتى لو كنغلت يعمل لهم عفو. اليوم الرئيس ما يدخلش في القضاء. يضحكات هذي. شبيه هما. شبيه هما درهم اللي يضحك ويد الصونية اولونه. اتربى في حكومة الو طبق التعليمات يا قاضي لا. اليوم القاضي مصرق. يا نجيب. يا نجيب ايه. يقولي يا حكم تحقيق. ايها البريء نجيب لماذا هالخبية الصونية ضحكت هي والخبيث مورات. انا قلتك على نشبيك ويقولت اتضحكه. القلبه كبير يا رئيس. ايه. يا نجيب عندك. في حقه. في حقه انا متأكد. في حقه يسامح. لانو لحد الان رئيسة الجمهورية. ما عندوش لحق يسامح. شي ما عليش ما عندوش لحق يسامح. في حقه. في حقه. في حقه. في حقه. اما. اه لما يصدر حق نهائي وبيته. يلا. ايش بيش يعمل هو. تو بيش يقوله يدخل في القضاء. اشهر ونرجعه. بش نحكيه على الصهرية اه نهار السبت في الليلة الفاصلة بين نهار سبت ليتعدى ونهار اه لحد. اللي وفيت بيشجار في اشهر ملها ليلي في سوسا. خسائر كبيرة تكبدها المالك المحل. شنو اللي صار بالضبط. تفاصيل العركة هذية. وشنو مصير اللي قاموا بالشجار. تفاصيل الكل معنا مشكور جدا عبر الهيتف سي ويسام شريف نطق رسمي باسم محكمة سوسا. بش يعطينا التفاصيل. سي ويسام. الوسباح خير. مرحبا. شكرا لك لتلبية الدعوة. لو كانت تعطينا التفاصيل اللي صار في الملها الليلي في سوسا. في الليلة الفاصلة بين نهار السبت ونهار لحد. اذا هو في صابيح اه يوم الاحد تسعة وعشرين اكتوبرا فيين كسعة وعشرين وردت معلومات على النيابة العمومية. انه في الليلة الفاصلة بين اه بين اه بين اه بين اه تمانية وعشرين تسعة وعشرين اكتوبرا ليبت اه السبت باللاحد. اه. اقريبا حوالي ساعة ثالثة ونصف فجرا. اه. ووقعت اه حادثة تبادل العنف اه تبادل العنف اه اه في احد الملايه الليلية في اه مدينة سوسا. اه. ترتب عنها جملة من الاضرار البدنية والاه مدية. النيابة العمومية اذنت بفتح اه الاضحات في الغرض. اه تم السماع للممثل اه القانوني للمحل. اه. والذي صرحا بحصول خسائر مدية كبيرة بالتجهيزات. حاليا الاضحات ما زالت متوسطة للكشف عن الجينات والكشف عن الاسباد هذه الواقعة ومثبتها. مفهما حتى موقوف ما صارتش ايقافات في ما يخص اللي قاموا بالشجار هذه وخسروا مولى المحل خاصة خسائر مدية كبيرة. بالضبط وحاليا ما عناش معناش ايقافات لاعتبار ان السماعات نزلت متوسطة والكشف والبحث عن الجينات وكشف عليهم نزال قيد البحث. يعني سيد رئيس المشاهد اللي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي انتاع عنف شديد بتاع عباد التلطخ في اللصحنة وفي الكيسان فوقروس بعضها وتكسير ومعناها هل من العادي ما حصلتش ايقافات حتى على عين المكان في معناها بعد سنة بتاع شجار من نوع هذكا? آآ صباح يا سيدوريين مرحل ذيك. صباح يا سيدوريين. هو هو الوضعي انه مبدئيا ما تقدم حتى حد من المضررين للوحل الخامية وللنيابة العمومية. مهم. عشان ده هو وحين هو اصلا المعلومات اللي وردت على النيابة العمومية. مهم. كانت وردت نهار لحد السباح. مهم. دونك والابحاث بأذنة باها النيابة العمومية في ذلك التاريخ. يعني ربي رئيس في تفصيلة صغيرة مولا المحل مش كاش? مش هو اللي جاش كا? وبينان على ذلك انتم قمتوا بإثارة الدعوة? هو مولا المحل اذا بش اذا بش يقوم بالتشكي لا. هي وردت معلومات عن النيابة العمومية والنيابة العمومية. وبيضو مش كاش. بيوجب لو عملات وردت عليها هي تتولى التعهيد الواحدات الامنية بمباشرة الابحاظ. مهم. 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 يعني ما تمش تقدم اي من المضررين المتحد لشكي. بما فيهم مولا المحل. ينجم يكون ثم يطم تقدم لانه ثم تدخل عيني لفظ الواقع. ويبدو انه التدخل العيني ما تمش فيه ما تمش فيه حصر اضرار بدانية. ما يتمش مضررين وقت التدخل. واضح واضح. مشكور جدا. سيوي سيم شريف نطقة رسمي باسم محكمة سوسة. فيما يخص تفاصيل الشجار في ملها ليلي. في سوسة اللي نذكره انه الحاوية الهدية ما هيش للتلطيف العركة اللي صارت هدية. ما عندكش سور للمعركة انت يا. ممنوع ان نحطوها ما. دو بخي فرانس انه ما عادي ناش. يا ما اسرائي مجد نبتلنا اليوتوب وش مزلنا في الوقت بس تفركس علىك هدية. فقط لتذكير انه ما هيش اول مرة يصير هدية في الملاهي الليلية. نتفكروا حتى كنا حكينا على اه شجار كين سار بين مغني راب واحد الحضور قبل. دوك مشي هد قاعدة تصير كل مرة في الملاهي الليلية. نجيب هل من تعليقها على الاجواء بتاع الملاهي هذه. انا لاني دي ما نقول لك نحرف فليسيتي. اه عندك معلومات. ستوب اي انتباه وتركيز. فيه معلومات حصرية عند في نجيب تزيري بخصوص موقعها. اللي ما خلصوش الفاتورات قيمة ستاشن مليون. بالضبط اي. الكيسين والكذير اللي قيمة عشرة ملاي. مع انت اللعبة فات ستة عشرين مليون. ناي. انت حاضر لي لك يا الدولي. لا تفاسي. نحن نعرفين. ناس ريسكو يختلف سياسيا. مفهمت معه. هلاشكالي ناوينك سمعت سيد الرئيس بسم حكابة سوسا. اي. قال لك فما تدخل عيني وما تمش الايقاف. وهي ليهني هكا المصيب. ما معنى تدخل عيني. مع انت البوليسية دخلوا يحزوا. كانوا موجودين هاي. دخلوا يحزوا يحزوا. تدخل عيني ليفك الشجار. دخلوا يحزوا البوليسية وبعدها يبرعوا تسبع الاخي. مع انت هاي الهني كان زوز مواطنين في الشارعة عاركو. ارامل كلها باتت في الحبس. سورتوه كان فما تبادلوا اطلق اه. اتبادلوا الهني علاش. سواريخ تاع اصحنا. ونشكروا النيابة كحركة الامور. اه. نشكروا النيابة كحركة الدعوة. لانه هما ظهر فمن الفوضى. يلزم نقضيوه عليه. لاني ما ونستوالي تباري بعضها. كيبه يتعكبوش اباد عالفوضى. غدوة نفس الشي. غدوة وحالة النيابة البحث. الاطراف المتسارعة عندهم نفوض اي شنية لك? المعارك. او كملت اوتي جبت انه عشر ملاي. نتمنى ما يكونش لها هي. لا لا نتمنى ما يكونش لها لانه زادة مشكلة كان الاطراف اللي متعاركين عندهم نفوض. اي. ما تولي مشكلة في تونس بامني نفس الموضوع على طبع شوكولاتة. في حي شعبي واحد تتلمي الناس كل بوها على اخوه. كل بوها على اخوه. وعلى في البلاسة اللي انها معروفة. فامني بلاسة معروفة. ولانه اللي عملوا العركة معروفين. لان كيلو بميكالي. يلزم ميكال واحد. الناس كل سواسة كاسة للمش. لهنها المظهر هذاك. اللي يدور على التونسيني والتونسيات. ارهو يلزم الناس تتعاكم عليه. مش معقول فوضى ذيك. سواء في مكان في مالها ليلي ولا في قاة ولا في الشارع. تي ليه يضر حتى بصورة السياحة في تونس. تيه مضرور خطفة. ما هو يحكيه هكا على السياحة في السياحة. السياحة وقتها ما يضروش كي ما وقفوش العباد بتتضر السياحة. وكان حاجة اخر ها يضروا في السياحة بقانون تجريمة التطبيق. ناي. بتراي خلنس مع سونيا. هو مما لا شكش. شفت اتصال سونيا. اي شوية. اي شوية. اه واللي ولي يمشي للاماكن هذو يعرف اللي يراه الافراط في استهلاك الكحولي نجم يوصل. انا شنو اللي اللي لاحظته في في بعض. وحوله حاجات اخر زيدي. وحوتي وما خفية كانة كانة اعظم. ايه. الاشكال في 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 الاماكن هذي انه فما تجمع كبير متع ناس. كبير. اه. وبالحق معناه استهلاك كحول و واشياء اه اخرى. ووقت اللي تغذر للسيكوريتي تلقى سيكوريتي اربعة خمسة. في حين اني في اي لحظة. ما شفتش تدخل من للسيكوريتي مجودة. يعطيك صح على خطر هو. على داخل الامني يعني. على لا 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 بدا داخل الامني يصير بعد ما تبدأ المشكلة. انا انا احكي لك كي تبدأ بش نستعملها العبارة بالدرجة كي تبدأ تلحم بينزوس. بضب. قبل ما تتوسع. نورما ما يزم تدخل فوري للسيكوريتي. انتي تلقى في بعض الحفلات مثلا خطر الاماكن هذو ما فيهم مشكين السهرات متاع موزيكا. ساعات معناها فما فنانين يجيوا. وفما فما دي سبكتاكل كاغماء معناها كيمان نوبا. والغيرهم في في الاماكن هذو ما. تلقى الفين واحد. انا انا مرة من المرات في ديوغ في سبكتاكل متاع متاع النوبا. خرجت بعد ما ما زال ما بداش للسبكتاكل لخطر كيف غزرت. وشفت اه الحالة اللي فيها حالة الهيستيريا اللي بداوا فيها لعبات. اه. نجم تتطور لقدر الله. نجم في اي وقت تتطور. وتمشي في العفز. معنا معناتنا تتنجم تتعفز خطر ما فما حتى امكانية انك تخرج. خطر البيبان متاع الخروج ما هو مش برشة زادة. نوك لنار مدو سيكوريتي. هدا اللي نحكي وعليه. انك وقت اللي تعمل مثل هذه الحفلات. ولا مثل هذه التطورات. في مثل هذه الاماكن من المفروض تبدأ فما سيكوريتي قوية. بش دوب ما تبدأ عندك ما 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 اسمهم لي فيدار. عليز اسمه فيدار. بش دوب ما زوزي تكيبشو. نسكل تتحط البرة. بش ما تتوسعش هالرقعة. كيفيش وليت بطاي رانجية. والعباد كي ما قلت انتي معناها صواريخ متاع متاع وصحنا ومتاع ومتاع اجزيز. والحمد لله. اني خطر فما كاوير صار وضان دي بوات دونوية. اتنا تنجم ما تتأدي للقتل. باي 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 ش دخل وعليش دخلو صارت فيه عركب يقوم يتسكر هو. دهكي لستاذا. اه. يلزم حد ادنام منها لسيكوريتي بش تضمن بش بتوسع عشر نقعة بتاع الشجار. ايه هذي خلل. خد رزوز يتعارف يولي اصحاب هذي يدخلوا اصحاب لاخر يدخل. يخلال اجدخل مولا المحل فيه معناها. كيفيش كوني امن انا. شكوني امن لكليم. ما عد لجي. عركة تتطور سمح لي. يتطور عد لجي بنجم بتاع يدخل لي باندية في وسمح لي يعملو لي عركة او تسكر. بتاعك. لي مش للدرجة هذي. تو انتي اللي راولت حظبة ضد حظبة العركة. اخي ما للسيكوريتي ريش باجعوه لبارة خرجهم البرع يتلهم الحاكم تصرفوا معه. ما يوليش من الطريقة هذية وصحنا ومش كفير. ما نعلم شو كان قانون انصوني انت تفهم اكثر منها. هو لي هما فما دي هما دي نورب دي سيكوريتي اذا كان تم احترامه. اي. والأمور به. السيكوريتي نعرفها ولي الدولة تراقبها والجيات المعنية هي. فماشي لا هذيك بتاع بشطفي حريقة لقدر الله. اه لاي. شكون يضمن حمية الزبون. شكون يضمن حمية الزبون. اي نعرف انا يزم عندك مدخل زادة بتاع مخرج النجم اللي عم دت تخرج منه. يزم اسكاليه بتاع السكور هكا. نجمش تجيب الفين رقبة وتحط خمسة يعسه مع. اي هذه مش موجودة حكية السيكوريتي للقنة حاجة تجبرك أنك تأخذ شركة متاع السيكوريتي بعدد معي يقول لك عندك كنتراك تجم جيب واحد كما تكون عندك عشرة سيكوريتي بربي وقاوس مع ذوش حلقة شفتوا أنتوا الاسرائيلي قاعدين يخرجوا في الفيديوهات متاع السبع أكتوبر لحصلة الحفلة الموجودة في الجنوب الريف بارتي معنى كيفية تم الإخلاق وكيفية هما مزلوا كيشتحوا فيديوهات حاجة كبيرة مشبوعة معنىها؟ لا لا طريقة تزيد التنظيم في الإخراج معنى الدي جي كان هيج هيج في لحظة ولا هو يطلب في العباد خطر هما قاعدين يتشاطحوا بطريقة الهستيرية بتاع الجو بتاع التكنول اشن هو يشوفوا في حاجة تلمع اللي هي بداية صواريخ ده هاللي حماس الهجوم بداية بالصواريخ صحيحة صحيحة تصور صحيحة معنى مش بروباجندا بروباجندا فيها عاد شي يتصايحوا يتعايتوا فيها الضرب والمضروب والكده لكن شوفوا التفاصيل كيفية بداية الوجوب بالصواريخ لكن مازالوا شاكين الصاروخ الولين يشافوه تعدى معنى هالضو معنى هكل يشاعل في السماء بالقدام تعدي مازالوا يسخلوه في دارتيفيس وهو ما في وضعي اكيد بتاع كلها محاربش وكلها كده يسخلوه في دارتيفيس من بعد الثاني الثاني يبدو انه السيد اللي في المنصة فهم الحكاية فبدأ يدعو واقف واقف منهم واحد مازال شايخ قالوا واقف انتهاء الخروج طوى الخروج يبدو فما حاجة وبعد بدان الاستماع لأصوات اطلاق الرصاص والمطاردات اللي حصلت الاسرائيليين قالوا يسيبوا طوى في شوية فيديوهات بشو ورية وسوديزان راو كي قلنالكم حصلت مجزرة في سبع اكتوبر راو حصلت بالجد فيها شوية تصورة فما مصدر وثيق قدم على كل البلاغات الرسمية بتاعجيات الاستشفائية الاسرائيلية يبدو انه عدد الموتى اقل ستمائة وخمسين اللي هو طوى المعلن قدد سبع اكتوبر قال لي الناس تحكي القطير واسدوا هنالك 400 و 17 اي 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 وفي الستمائة وخمسين خمسين في المئة اي كانوا عسكريين عسكريين وجنود وفي المدنيين اللي تقتلوا اغلبية منهم كانوا يا اما جوش احتيات او ناس مسلحة مزلح شو نكونوا واضحين واضح واضح يلا نخليكم مع الميت والاخبار وبعد نرجو لبقية فقرات اميسيون امبوسيبل بعد شوية مكملي في اميسيون امبوسيبل مع بوران بسيس على اي افام احلى غاديو موسيقى